السلام عليكم ورحمة الله كيفكني يا جماعة شو أخباركم شو عاملين إن شاء الله بخير محمد منافذ فايبو كوتش هذا واحد من فيديوهات التمارين بدنا نحكي اليوم على تمارين الأرجل كيف بتبني أرجل محترمة أرجل كبار أرجل ضخمين الكتير من الناس للأسف بتعاني من هالمشكلة هاي بتلاقي بيركز على أعلى الجسم والأرجل عنده سلامتك فبهذا الفيديو إن شاء الله بدنا نغطي بالضبط ست نقط بتساعدك على بناء أرجل كتير 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 محترمين ما بعرف ليش اخترت هذا التعبير المهم أولا التركيز على العضلات الخارجية باستوس لتراليس وميدياليس شو هني هدول العضلات تبع الأرجل اللي نحن بالعربي بنسميها الوحشية والدمعة هدول ما بعرف من دولة لدولة بيختلفوا بس نحن بسوريا كان وقت اللي كنت قاعد بسوريا كانوا هاي العضلة الداخلية المدياليس تتسمى الدمعة يمكن هيك لأنه شكرا بيشبه لدموع والعضلة الخارجية اسمها الوحشية فما بعرف بدول تاني شو بتسموها نحن هيك نسميها الاسم الأساسي تبعه هو باستوس مدياليس و باستوس ليتراليس تمام فإذا هذا هو الاسم تبع هاي العضلات ليش أنا بدي يركز على هالعضلة لأنه هالعضلتين يا جماعة هني الحجم معظم الحجم يلي رح يعطيك عرض للأرجل عرض مو سماكن أنا ما عم بحكي على عمق الرجل أنا عم بحكي هلأ على العرض عرض الرجل رح يجي من هالعضلتين فوق الركبة تمام اللي هي المدياليس والليتراليس اللي اللي على جنب هدول رح يعطوك عرض للرجلين كتير حلو فأنت بهالاسلوب بتكون غطيت هذا الجزء اللي أساسي جدا يلي هو عرض الفخد عرض الأرجل تمام هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني التركيز على الجزء الداخلي الدكتور لونغس ليش الأدكتورز ليش بدي يركز على الأدكتورز مع أنه هو مانو من الفخد أساسا يعني مانو جزء من العضل اللي واضحة أساسا لأنه وقت اللي أنت خصوصي تكون لعب متقدم وبتعمل بطولات وبتعرض على المسرح وإلى آخره وقت اللي أنت واقف على المسرح أد ما كانوا أد ما كانوا عندك الوحشية والدمعة كبار إذا الأدكتورز العضلات الوسط فاضين عندك ضعاف عندك ما رح يكون عندك حجم الرجل حلو صدقوني يا جماعة هذا يعني هاي ممكن واحدة من أحلى الملاحظات اللي ممكن أعطيك إياها إذا الرجلين عندك صغار وبدك تلاقي فرق بأسرع وقت إلعاب أدكتورز كل تمرين أرجل كل تمرين أرجل وخصوصي الأرجل الأمامية فوت معاها الأدكتورز وشوف كيف بتلاقي فرق بحجم الرجل إن شاء الله بسرعة كتير كتير هذا الثالث أمر التركيز على الجزء الوسط ركتوس في موريس طيب ليش بدي ركز على الجزء الوسط هو مانو دور في العرض الريكتوس في موريس اللي هي فوق بين الدمعة وبين الوحشية موجودة بالنص أنا ليش بدي ركز عليها زمانة دور في العرض أساسا وقت اللي أنت عم تبني هالعضلة هاي بناء هالعضلة بيطلع التفاصيل التحديد بين العضلة الخارجية والعضلة الداخلية بناء العضلة هاي اللي في الوسط بيساعدك تبني التفصيل بين العضلة الخارجية والداخلية لذلك بالتالي بتصنع شيء اسمه إلوجين وهم وقت اللي أنت عم ترسم هالعضلة هاي أنت عم توهم اللي قدامك أنه رجلك كتير كبيرة وفي كلها التفاصيل هاي وهاي بالنسبة لموضوع التمرين كيف بتغطي حجم الرجل بالنسبة لموضوع التمرين طيب غير عن موضوع التمرين شو بدي أعمل؟ الفصل بين التمرين الأمامية والخلفية في الأيام بالطريق ، الأمامية يعني الوقت اللي بدي أعمل تمرين للعضلة الأمامية القواتز ، ما بدي أعمل معاه الهامسرنج بخلي بيناتهم إيام راحة ما تعملون يوم وراء عامة عند الرجل وأخذ يوم مستقبعه بعد الأرجل أنت مكرب من تقول لي أنا بكرة عندي صدر بكرة عندي كتاف يعني رجلي خلص بيرايحوا لا أنت يمكن عضلات الرجلين عندك عم تريح صح ولكن بعد تمرين الأرجل جسمك بيكون تعبان في شي عندك اسمه الجهاز العصبي الجهاز العصبي عندك بيكون تعبان كتير 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 بعد يوم الأرجل تعب الجهاز العصبي بيأثر في الاستشفاء فأنت بدك مدى الاستشفاء يكون بأحسن مستوى وقت اللي أنت عم تساوي استشفاء بدك جسمك يكون بأحسن مستوى وما بدك الجهاز العصبي يكون عندك تعبان فلذلك مشان تريح الجهاز العصبي بعد تمرين الأرجل خود يوم راحة انت هيك ولا هيك عندك يومين أرجل بالأسبوع صحيح بدل ما تحط أيام الراحة بشكل عشوائي اتمرن خلينا نقول يوم الثانين الأرجل الأمامية وخود يوم الثلاثة راحة وارجع يوم الخميس ساوي الأرجل الخلفية ويوم الجمعة خود راحة دائما نخلي بيناتهم اف طيب الأمر السادس عدم ممارسة الكارديو بعد التمرين أنا دائما بحكي على موضوع الكارديو هلأ بدك تقول لي شلون عم تقول لي ما تساوي كارديو أنت صرعتنا بالكارديو مظبوط ولكن وقت لي أنا عم بحكي على الكارديو عم بحكي على الكارديو بأهميته أثناء التمشيف أنه أنت المفروض وقت لي عم تركز على ضخامة الأرجل أنت المفروض أنه هلأ أنت في الأف سيزن في الأف سيزن يعني بفترة الضخامة يعني هلأ ما كتير همك أنت تنشف ما عندك أولوية أنك تروح تنشف عضلاتك واللي انت همك انه تضخم الارجل عندك مثلا خلينا نقول الفترة الضخامة سنة او ستة شهور او تمني شهور او شو ما كان هالسنة هاي او هالتمني شهور هاي ممكن تساوي مرتين لثلاث مرات كارديو بالاسبوع ولكن ما تحطن اثناء يوم الارجل اذا بعد تمرين الارجل ما تساوي كارديو خلص تمرينك الارجل وروح شراب البروتين تبعك وشراب الكربوهيدرات تبعك بعد التمرين انت محتاج بروتين صح ولكن كمان محتاج كاربوهيدرات خصوصي في الضخامة خصوصي يوم الارجل لانه كمية الجلايكوجين يلي انت بتهدمه يوم تمرين الارجل كمية كتير كبيرة فما بدك جسمك يروح يعتمد على الاحماض الامنية ويهدمها وياخدها من العضلات اللي انت صار لك ساعة عم تبنية هاي الامور الست اللي حبيت تصحكون فيها يلي حابب يعمل تدريب اونلاين معاي يتواصل معي عن طريق الايميل او عن طريق الواتساب الطريقة اللي انت بتحبه التفاصيل كلها موجودة في الموقع وبشوفكم ان شاء الله